قالت وزارة الإسكان المشروع مجمع 609 يعد أحد المشاريع الحيوية التي تضاف إلى سلسلة المشاريع التي عمدت الوزارة لتنفيذها بمحافظة العاصمة ضمن خطتها الإسكانية الوزارة أكدت سعيها من خلال هذا المشروع إلى الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار لأهالي منطقة سترا بشكل خاص وأهالي محافظة العاصمة بشكل عام وقد كشف سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن نسب مشروع الانجاز في مشروع مجمع 609 في منطقة سترا التي تتراوح بين 79% إلى 100 ووحدتين سكنيتين و41% ل446 وحدة سكنية ونوها إلى أنه تم طرح مناقصة بناء 198 وحدة سكنية الشهر الماضي وقال وزير الإسكان إن مشروع مجمع 609 يعد أحد أبرز المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة المتضمن بناء 25 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2018 تنفيذا لتوجيه الملكي السامي بشأن الإسراع في بناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة وتمنى الوزير اهتمام القيادة الرشيدة في المملكة التي تولي أمر المواطنين في توفير السكن الملائم اهتماما كبيرا واشهد بالجهود المبدولة من قبل موظفي الوزارة في توفير خدمات اسكانية عديدة ومتنوعة ليستفيد منها قطاع كبير من المجتمع البحريني بمختلف مستوياته في جميع قرى ومدن البحرين زرنا أيضا مشروع ضخم في مدينة سترة أو في قرية سترة عبارة عن 752 وحدة سكنية تتفاوت نسب الإنجاز ما بين 35% إلى نسبة تفوق 75% وأيضا يمشي بشكل متسارع نأمل إن شاء الله أن خلال الشهر القادم نبدأ في أعمال الخدمات والبنية التحتية ونرجو إن شاء الله أن يتم اكتمال هذا المشروع في أحدود ست أشهر من الآن ليتم التسليم الفعلي مع أطلالة العام القادم بمشيئة الله تعالى